السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير الحلوة بتاعنا النهاردة حاجة كده اقتصادية وسهلة جدا وبسيطة التورتة الجميلة دي حاجة كده مكوناتها كلها معنا في البيت وزي ما بقول لكم على قد ادينا وسهلة جدا وبسيطة حتى في التزيين بتاعها مش هيكلفنا اي حاجة خالص يعني بجد ما فيش ابسط ولا اسهل من كده وطعمها كده هشة وخفيفة ونعمة كده حاجة بجد زي القطن كده بجد خطيرة يلا بينا كده نشوف الطريقة والمئادير لابتاعتي هنا كوباية ونص كده من السكر واثنين بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا السيلة ومعلقة كبيرة من الخل ولو تحبوا كمان ممكن تحطوا بشر لمون او بشر برتقان بس انا اكتفيت بالفانيليا والخل واول حاجة في الكيكة خلينا يعني كده عارفينها طالما عايزين كيكة كده هشة ينفع بالمضرب الكهرباء ينفع بالمضرب اليدة وينفع بالخلط بس هو يفضل ان السكر يدوب مع البيت ودي اول خطوات نجاح الكيك ان البيت يتضرب كويس جدا مع السكر لغاية ما يبقى فاتح ويعمل قوام تقيل شوية كده زي ما احنا شايفين هنا بقى ممكن استغنى عادي عن المضرب الكهرباء او الخلط او العجان وخلاص بقى اكمل بالمضرب اليدوي عادي انا حطيت نص كوباية كده من الزيت وبعدين معلقة كبيرة من لبن البودر وكوباية الا ربع من المياه طيب ايه بديل الزيت ممكن تحطوا زبدة بس الكيك اللي بيبقى فيه زبدة ما بيبقاش يعني ايه مش بينفش قوي يعني بيبقى تقيل شوية او اللي بيبقى فيه سامنة برضو بيبقى تقيل شوية الاخف في الكيك هو الزيت انا هنا نخلت كوبايتين من الدقيق نخلتهم برا الاول ورجعت نخلتهم تاني معاكم دلوقتي وانا بضفها على المواد السايلة وحطيت رشة من الملح والحقيقة ان انا لقيت الباكت ده جميل جدا ده كان عامل يعني تلاتة مع بعض بيكين بودر ومحسن وفانيليا جميل عجبني جدا هتلقوه متوفر في السوبر ماركت ضفت الباكت كله وبتديت بقى اقلب كده بالروحة علشان ما خرجش الهواء اللي عملته في السكر والبيد وفي المرحلة دي انا بقى سخنت الفرن جنبي رفق اوسط درجة حرارة 160 او 170 وجبت بقى جزء من الكيك بتاعي بعد ما قلبته كده عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخامل غير محلة وبتدي تقلبه كده بقى عندي جزء فانيليا وجزء شوكولوتو حضرت بقى الصينية بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض الطريقة هي بسيطة المكونات سهلة وموجودة ان شاء الله لدينا في البيت مقاس الصينية تقريبا 26 او 28 هتأكد بالضبط وقلوكو في صندوق الوصف انا ده هنتهى زيت وبضرتها دقيق وحطط لها ورقة زبدة علشان تكون سهلة وبسيطة اقدر اخرجها من الصينية طيب انا هاخد كده حمسك الاثنين بولة زي ما احنا شايفين مع بعض ونبتدي نصب الكيك تقريبا بالتوازي كده مع بعض يعني ممكن ما يتلعوش النصتين مصبوتين قوي لكن يعني شكلها لطيف جدا وطعمها حلو قوي طبعا لو انتوا حابين لو انتوا عندكم مقاس صينيتين بقى يكونوا مقاسهم 22 او 24 ينفع نقسم الخليط على اتنين ونقسمهم ونعملهم زي ما هنشوف مع بعض في باقي الفيديو لكن انا بالنسبة لي حبيت الطريقة كده لطيفة جدا وخفيفة زي ما بقولك وبسيطة الغلط بقى اللي حصل هنا هو في تحضير الكريم شانتي انا كنت شفت بس دي كده من فترة يعني كان مكتوب معلقة من الجيلاتين ونحط عليها ربع كوباية من المياه ونقلبها وبعدين نضيف كوبايتين من اللبن او كوباية من المياه وعليها كوباية من اللبن البودرة ونفضل نضرب فيهم الحقيقة ان انا صدقت البست وقلت اجربوا معاكم وانا بعمل الكيك ففعلا حطيت معلقة الجيلاتين وربع كوباية المياه ومعلقة من اللبن البودر وكوباية من المياه وقعدت اضرب بالمضرب الكهرباء كتير يعني بقيت اضرب وريح المضرب اريح وارجع تاني اضرب مش بيعمل خالص يعني بصوا زي ما انتم شافيق مياه يعني لأ مش بيربط ولا اي حاجة الغلطة بقى بالنسبة لي هنا اللي انا عملتها ان انا ضفت في نفس البولة كوباية من الكريم شانتي ومعلقة من البستر كريم وكوباية ونصف مياه متلجة وكملت ضرب على الجيلاتين اللي كان موجود المفروض انا ما كنتش استخدمته لاني انا حسيت ان الجيلاتين هنا طعمه باين حاجة بسيطة جدا يعني اللي هيبقى بيبقى عارف طعم الكريمة او الكريم شانتي هيحس بيه لكن الحقيقة ان هو مع تزيينه والكيك هو ضع طعمه ما كانش باين لكن انا هنا حسيت ان لا ده مش حاجة صح فتعودوا زي ما بنعمل الكريم شانتي بتاعنا ما بلاش موضوع الجيلاتين ده خالص الموضوع ده مش لطيف ومش صح ابدا ونتيجته مش حلوة فزي ما بنعمل نجيب بولة نحط فيها شوية مية سقعة وحبة السكر وندربهم شوية بالمضرب ونحط المقدار بتاع الكريم شانتي وعليه المية متلجة ونكمل دربه ونحفظه في التلجة وبس كده لكن بلاش يعني مش اي افتكاسات او اي حاجة احنا ممكن نصدقها على طول كده لكن انا حبيت اجرب كتجربة كده وهي ما كانتش لطيفة فزي ما انتم كده شايفين انا كملت الكريم شانتي بتاعي وشلته في التلجة انا خلصت الكيك بتاعي واستوى معي اخد تقريبا حوالي 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم معيكم من 30 ل40 دقيقة وطلعت طارية وجميلة وهشة زي ما بقولكو هنا هنا كان تاني يوم لان انا عملت الكيك في ليلة يعني انا خلص خلصت بالليل وتمام وخرجت من الفرن وغطتها وسبتها بقى لتاني يوم متغطية زي ما احنا شايفين وبعدين هنبتدي بقى نقشر الوش بتاعها كده هنا بقى تاني يوم خلاص اللي بنقشر الوش عشان الكيك بتاعنا يتشرب كويس وزي ما انتم شايفين من جواه بصدق بيضة وفتحة وجميلة جدا ده الوش بتاعها عادي جدا احنا هنشيل الطبقة دي وهقولكو احنا هنستخدمها في اي دلوقتي يعني ما فيش حاجة هتترمي معنا ابدا هفضل بقى اقشر كده حتى الجناب يعني لغاية بس ما هشيل الوش اللي فوق ده وبعدين هنبتدي نقسمها الكيك على نصين شايفين الطريقة بقولكو بسيطة وسهلة وحتى طريقة التزيين دلوقتي يعني بجد مش قادر اقولكو قد ايها بسيطة ومش مكلفة خالص زي ما احنا شايفين كده مع بعض خلاص انا قشرتها وبقت تمام جدا جدا بالنسبالي وبعدين حضرت التسقية بتاعت الكيك بتاعتنا انا هنا استمتها بقى على نصين بسكينة المشارشرة يعني على قد ما تقدروا تكون متساوية التسقية بتاعتي هتكون بايه بقى للكيك ممكن يبقى لبن وسكر ممكن مية وسكر او مية وعصر ابيض عادي براحتكم تقريبا كده ربع كوبية من المية وحطيت معلقة صغيرة من السكر وابتديت بقى ادوبهم كده وارش بقى على الكيك دي اول طبقة زي ما احنا شايفين كده مع بعض وبعدين بقى جبت الكريم شونتي بتاعي انا قسمته بقى هنا جزء بتاع الفانيليا وجزء تاني بتاع الكاكاو هحطله معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وهبتدي يقلبه هيبقى معنا كده نصين من الكريم شونتي ناخد بقى كده يعني بصوا تشكله كده بطريقة عشوائية يعني انا مش بقول يعني على حسب حتى التزين ده حاجة ترجع لك وعلى فكرة ممكن الكيك عادي ده يتاكل كده مع الشاي من غير اي تزين ولا اي حاجة بس انا حبيت كده اعملها ترطة اقتصادية لذيزة كده جميلة تنفع كمان هداية زي ما انتو شايفين ابتدأت افرت جزء الفانيليا وجزء الشوكولاتة يعني تقريبا كده بالتوازي كده مع بعض النص بالنص وافردوها بقى بالمعلقة بسكينة بسباتيولا دي حاجة ترجع لكم اي حاجة موجودة معاكوا في البيت ان شاء الله هتنفعنا حطيت بقى النص التاني بتاع الكيك وبعدين ابتدأت اكمل تسقية برضو بس التسقية تبقى مش بمية كتير يعني حاجة بسيطة كده يعني بالرش بسيط اتذكر زمان يعني اول ما اتجوزت وكده وكنت بعمل ترطة يعني سقتها مية لدرجة انها سقسقت كده يعني تقلت بقت بتقع يعني الكيكة تجي تضربوها كده بالشوكة يعني تاكل حتى كده بالشوكة ولا حاجة تلقها وقعت بقت ميوني كده يعني تغطست في المية طبعا الواحد بيتعلم يعني الحمد لله ودلوقتي الواحد اكتسب خبرة يعني شوية ودي من اسهل الكيكات على فكرة حتى للتجربة الاول مرة المهم احنا عملنا دلوقتي الكريم شانتي من الحروف والكلام ده كله ده تسكرافر بيتباع كده بيبقى اربع كده اربع قطع مع بعض انا كنت جايباك كده من فترة جميل جدا جدا في حكاية التازين بتاعت التورت دي زي ما احنا شايفين كده مع بعض بنمشي بالجزء المشارشر كده بيعمل شكل على الكريم شانتي وخصوصا لو احنا يعني النهار ده احنا معناش تازين للشوكلة يعني لشوكولاتة للوتس لكرامل ولا الكلام ده خالص بقول لكم مش معنى اي حاجة مكلفة النهار ده انا جبت بقى باقي الكيك بتاعي بعد ما خلصت خلاص الطبقات بتاعت الكريم شانتي الجميلة دي باقي الكيك انا طحنته بعدين حطيت له سديني كده مجروش وقلبته يعني قلبت بواقي وش الكيك الفانيليا مع شوية من السوداني عمل الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده الجزء بقى بتاع الشوكولاتة بقى حبة سوداني والجزء بتاع الكيك الشوكولاتة اللي احنا قشرناه من على الوش وحطت له معلقة كبيرة من الكاكاو وقلبتهم وعمل الشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده شفتوا بقى التزيين بقول لكم يعني حتى الحاجة منها فيها يعني تزيين الكيك منه فيه مش بقول لكم مش هكلفكم اي حاجة خالص يعني كلها حاجات بسيطة جدا وبرضه تفرحوا الناس في البيت وكمان حتى لو رايحين مكان او حاجة وحابين تاخدوا حاجة حلوة كده بسيطة فدي يعني كيكة جميلة جدا هنا بقى شوية كده من الشوكليت شيبس البني والابيض حطتهم كده على الوش كانت جميلة جدا في الجوز اللي بتشوكليت لكن في الجوز اللي بتشوكليت ما كانتش باينة يعني مش باين اللي بتشوكليت شيبس الابيض فحطت لها السبرينكلز الملون شكله كان جميل جدا صراحة الالوان مع الابيض ده حاجة لطيفة فكان حلوة قوي والتزيين زي بقول لكم بسيط وبعدين هيتبقى بقى معنا شوية كده من الكريم شونتي هنحطها في الكيس اللي هو بتاع الحلواني وحطت له القومة اللي هو بتاع اللي هو النجمة او الوردة ده اللي هو استغيرة اللي بنعمل بالبيتيفور شايفين وهنبتدي بقى نعمل وردات كده على التورتة بصوا التزيين ده حاجة ترجع لكم انا بس كنت بقى قدم لكم يعني مجرد شكل كده حاجة بسيطة وزي بقول لكم ما تبقاش مكلفة وفي نفس الوقت شكلها كده جميلة ورقيقة كده وبسيطة يعني اهم حاجة الحاجة تكون ببساطتها وفي نفس الوقت مش مكلفة وتفرح يعني البيت هنا بقى كملت برضو بقى الكريم شونتي اللي هو الشوكلت وجبت كده بسكوت اي نوع بسكوت كده انتو بتحبون ثلاث بسكوتات يعني مش كتير وبعدين بقسم كل بسكوتة كده على اتنين وحطتها على الكريم شونتيلي في النص فبجد كان شكله جميل جدا وفرفضت واحدة كده يعني ضغطت عليها شوية كده وخلتها بصوا زي ما يكون بسكوت ميكسر كده بجد التورتوية طلعت تحفة بس الحقيقة انا اسفة مقدرتش يعني اقطع منها وقورها لكم من جواها لان هي كانت هدية لأولاد صاحبتي حبيبتي غلي علي قوي فحبيت افرحهم كده بحاجة بسيطة وجميلة يارب كده الفيديو يكون بسيط واعجبكم وتجربوه اشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير